يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري ريني فايلر تدريباته القوية من أجل الاستعداد لمواجهة الإسماعيل يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدور المصري والتي يستضيفها استاد بورج العرب بالإسكندرية وحرص المدرب السويسري خلال التدريبات الأخيرة على منح لاعبيه مزيدا من النصائح والتعليمات لتصحيح السلبيات التي ظهرت في المباريات الأخيرة لتداركها وعدم تكرارها في مباراة الدرويش التي يسعى المارد الأحمر للفوز بها من أجل قطع خطوة هامة نحو التتويج بلقب الدوري رقم 42 حيث يحتاج نادي القرن الإفريقي إلى ثماني نقاط فقط من أجل حسم اللقب بشكل رسمي لصالحه ويسعى فيلر ولعبوه للتتويج بدرع الدوري مبكرا من أجل منح العديد من اللاعبين راحة في باقي المباريات التي تلعب بشكل مضغوط للغاية عقب استئناف النشاط الكروي بعد توقف كورونا ليتم تجهيز الفريق بالشكل الأمثل لبطولة دور أبطال إفريقيا وأمام رغبة الأهل في الحسم المبكر للقب المحلي كان العمل على قدم وساق في تدريبات الفريق والمخاضرات الفنية ليكون الجميع جاهزا بالشكل الأمثل لمواجهة الدراويش والتي دائما ما تكون قوية وتحمل ندية كبيرة بين طياتها ويدرس ريني فيلر إقامة معسكر في مدينة الإسكندرية لخوض لقاء الإسماعيلي الجمعة ثم الاتحاد يوم الاثنين بدلا من العودة للقاهرة عقب مواجهة الدراويش ثم الصفر بعدها بيوم للقاء زعيم الثغرة على أن يتم حسم الأمر بصورة نهائية خلال الساعات المقبلة